اشتركوا في القناة حتى التسع عشر من الشهر الجاري يشكل منتدى المهارات الرقامية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات احدى اهم الفعاليات العالمية في قطاع الاتصالات ويهدف هذا الحدث المرموق الى سد فجوات المهارات الرقامية في جميع انحاء العالم ويضم جلسات وحلقات نقاشية بالحضور الشخصي واخرى عن بعد تحت شعار تطوير المهارات اللازمة للتحول الرقامية ضربت منتدى المهارات الرقامية بلا شك انه يؤكد دعم مملكة البحرين لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات في تقليص الفجوة الرقامية ولا شك ان هذا الموضوع مهم لكثير من الدول في العالم نظرا لما لها من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد في مملكة البحرين اعتقد ان المنتدى هذه فرصة بالنسبة لنا لاستعراض التجارب اللي قمنا بها في هذا المجال وايضا التضيح للخطط اللي عملنا عليها خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل الكوادر البحرينية وتزويدهم بالمهارات اللازمة اللي يتمكنهم من الخراط في سوق العمل وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني يجمع هذا المنتدى تحت سقفه نخبة من قادة القطاع وخبرائه ووضعي السياسات ومزاودي خدمات التدريب من شتى انحاء العالم للمشاركة في حلقات نقاشية تغطي العديد من المواضيع بما في ذلك التحول الرقمي ووجهة نظر القطاع فيما يخص فجوات المهارات وسد الفجوة الرقمية وأطر المهارات الرقمية الوطنية لوضعي السياسات أعتقد أن المهارات الرقمية مهمة جدا لدفع النمو الرقمي علمنا يتحول بشكل متزايد إلى الرقمية ويجب على الناس المشاركة في المجتمعات الرقمية الجديدة في كل ما نقوم به الآن سواء كان ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الجديدة فإن ذلك سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدينا وسيدفع عجلة النمو لذا يجب أن يمتلك الناس المهارات اللازمة للمشاركة في المجتمع الرقمي هذا المؤتمر هنا يتيح لنا التعلم من الآخرين ومساعدة الآخرين البحرين بالفعل واحدة من أكثر المجتمعات الرقمية تقدما في العالم وبنيتنا التحتية في مجال الاتصالات من الأفضل في العالم ولكن يمكننا أن نفعل المزيد يجب علينا الاستمرار في النمو يأتي الإعلان عن مبادرة تنمية القدرات للتحول الرقمي في هذا المنتدى أيضا وهي شراكة ثلاثية الأطراف بين الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإلمائي والاتحاد الأوروبي وتهدف إلى تعزيز المعرفة الرقمية وخلق مجتمع يتمتع بالكفاءة الرقمية ليستمر العالم بتزوير الأفراد بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في هذه الحقبة الرقمية يأتي منتدى المهارات الرقمية للاتحاد الدولي للاتصالات ليجمع بين خبراء عالميين بهدف مناقشة تأثير المهارات الرقمية على التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر